مساء الخير وأهلا بكم حلقة جديدة وكلمة أخيرة النهاردة عندنا أخبار كتيرة هنتابع فيها قضية سفينة الحويات أفر جيفن التي أغلقت مجرى قناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي ومنذ قليل أعلنت هيئة قناة السويس وممثل وملاك السفينة التوصل لاتفاق نهائي بين كل الأطراف هنعرف إيه هم بكل الأطراف وإن السفينة ستغادر منطقة البحيرات التي احتجزت فيها منذ مارس الماضي يوم الأربعاء المقبل هنتكلم عن تفاصيل الاتفاق ماذا في هذا الاتفاق ماذا سيعلن يوم الأربعاء الاتفاق المصادر بتؤكد أنه أعلى قيمة تعويض لحادث بحري في العالم الرسالة الأهم التي تريد مصر أن ترسلها للعالم أنه قناة نحن يعني أمناء على قناة السويس وعلى التجارة في العالم لأنه شريان التجارة في العالم وأيضا أننا يعني نرحب بكل شركاءنا التجاريين في إطار القانون ترجمة نانسي قنقر